اشتركوا في القناة يوم الخميس 19.3 القمر ما زال موجود بالجدي في ساعد السعود ورح ينتقل للدلو هاي المنزلة بتوطد العلاقات والحرية والربح والتفريق اما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل بعد الحلقة هاي هي اول زاوية زاوية التسديس ايجابية رح تكون بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة 10 و 56 دقيقة مساء بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ونطلق المساند والدعم من الاصدقاء نتجه لتغليب العقل ونصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما الزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبي رح تكون بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة 12 و 48 دقيقة بعد منتصف الليل من واجه مصاعب عراقيل تتطلب مننا ان نبدو الجهد لان نتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحدود بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب الى الماضي بدل من المواجهة الحاضر بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا خلو مسار خلو المسار هذا بصير الساعة 12 و 48 دقيقة بعد منتصف الليل ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 و 16 دقيقة صباحا وهذا يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار اما بالنسبة لاستقرار القمر رح يكون مستقر في برج الدالو الساعة 11 و 16 دقيقة صباحا وعشان هيك اكثر التأثيرات رح تكون على الاغلب منشعر ان بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هذه الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام الى نادي او مجموعة من الرفاق او تجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتتصرف الناس اللي من حوالينا عادة بشكل منطقي اكثر منه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفزيون او تجربة طعام جديد بعد هاي الزاوية مباشرة بعد ما ينتهي خلو المسار واستقرار القمر اول زاوية رح تتشكل معنا هي زاوية رح تكون زاوية تربيع سلبية بين القمر وارانوس رح تكون في تمام الساعة عشرة وثلاث دقائق قبل الظهر بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للقمر لما بيكون في الدلو معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم عشرين ثلاثة في تمام الساعة ثمانية وتسعة وخمسين دقيقة صباحا ورح يستمر لليوم الثاني لا تمام الساعة اتناعش وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد الظهر لا ينتقل القمر بعدها الى الحوت عمر القمر القمر انحسار الهلال ثلاثة وعشرين يوم في تمام الساعة اتناعش وحد عشر دقيقة منتصف الليل بيصير عمره اربعة وعشرين يوم نسبة اللضاءة خمسة وعشرين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى عشرين ثلاثة المزاج ممتزج القمر في الجدي والدلو حتى واحد وعشرين ثلاثة المزاج منتحس عطارد في الحوت حتى يوم احداش اربع المزاج ممتزج الزهرة في الثور حتى ثلاثة اربع المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى اربعة وعشرين خمسة بعدها بدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج زحل في الجدي حتى 22 ثلاث المزاج ممتزج اورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومية طبعا بالنسبة للتوقعات اللي احنا منحكيها هي توقعات للشمس والتوقعات للطالع يعني الواحد من المفروض انه يسمع برجه وطالعه ويدمج ما بينهم ويطلع بالخلاصة اللي ما بعرف طالعه فيه لينكين موجودات في صندوق الوصف بقدر من خلالهم انه يعرف الطالع تبعه واللي بعرف طالعه او بسمع الابراج اللي بشوف انه طالعه هو المتفوق بظل يسمع الطالع تبعه اللي بشوف انه الشمسي والطالع مع بعض متوافقات معه بسمعهم اثنين اللي بشوف برجه الشمسي هو اللي بتوافق معه بظل يسمع برجه الشمسي برج الحمل حافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل حتى ساعات منتصف الليل بعد منتصف الليل بصير النشاط ما بين الاصدقاء حاولوا تصحيح العلاقة المتردية وما تبقى وحيد فترة ناشطة وواعدة دراسيا او مهنيا او عائليا بتكثر الاتصالات والمواعد اما بالنسبة لبيتك الاول فانا بشوف انه اليوم برضو الشخصية زي الامس فيها نوع من انواع التقلب يعني لا هي مستقرة ولا هي مشحونة يعني روتينك هو اللي بيأثر عليها بشكل واضح انت بتقدر تتعامل مع الوضع بالصورة المناسبة وتشحن حالك بطاقة ايجابية ومرضو في نفس اللحظة بتقدر تتفوق على الضغوط اللي موجود عليك اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الفرص اليوم شيئا ما باتجاه المال ممكن يجيك بعض الدعم المالي ممكن نوع من انواع المساعدات او نوع من الاستعدادات لبعض الامور المالية ممكن يكون في نوع من انواع المشتريات او الاستهلاكات حاول انك انت تقلل من مصاريفك قدر الامكان لان الفترة القادمة رح يكون في ضغط على المستوى المالي فعشان هيك بقولك انا حاول انك تمسك ايدك وما تصرف ببذخ بدون دراسة وبدون تفكير اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه اليوم عندك كثير من النشاط الفكري عندك رغبة في الاهتمام في موضيع الها علاقة بالاتصالات بالمواصلات بامور الها علاقة بالبحوث بالدراسة بالمناقشة بكثير من الاشياء عندك قدرة على الاقناع بشكل هائل جدا يعني عندك نشاط فكري عالي جدا اما بالنسبة للبيت الرابع يعني انا شايف انه الاهتمام الكامل رح يكون على مستوى البيت اللي اشي اللي رح يشغلك هو البيت فعشان هيك رح يكون عندك نشاط فكري عالي جدا وخصوصا داخل المنزل اما اقتراحات في تغييرات او نوع من انواع الصياني او نوع من انواع الاهتمام بالمنزل او بافراد المنزل ممكن اجتماع عائلي او لقاء عائلي او تجمعات عائلية يعني البيت هو اكثر اشي بيشغلك خلال هذا النهار وعلاقاتك داخل المنزل اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور العاطفية فيه نوع من انواع التودد ولكن يصعب اللقاء يعني فيه نوع من انواع التراسل او التواصل فيه نوع من انواع العاطفي موجودة عندك جياشي خلال هذا اليوم ولكن فيه نوع من انواع الحجب ما بينك وبين الحبيب يعني حاول قدر الامكان انك انت تعبي اشي عن اشي يعني اذا فيه تواصل ومسموح تواصل بتقدر تتواصل معاه وتعبي الفراغ اما بالنسبة للحظوظ فالحظوظ عندك راح تكون قوية خلال هذا النهار ورح يكون في نوع من انواع الاهتمام بقصة او موضوع الو علاقة باحد الابناء في نشاط فكري عندك ممكن انك تبدأ بقراءة رواية او قصة او حضور فيلم الو علاقة بالقصص الواقعية او العاطفية اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه تقدر تنجز كثير من الاعمال الموكلة للك خلال هذا النهار والاهتمام رح يكون اهتمام صحي اكثر من انه انجاز اعمال فعشان يكن كل اشي رح يتجه الان بالاتجاه الصحي رح تفكر في موضوع الو علاقة بالوقاية او عملية الترتيب اللي لها علاقة بالصحة او عملية مراقبة وضعك الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف انه خالي تماما فعشان هيك لا ايجابي ولا سلبي فالوضع الراهن او الوضع العام هو اللي بتغلب عليك هذا النهار يعني روتينك على حسب وضعك مع زوجتك او وضعك مع زوجك هو اللي بتحكم في الامور كيف العلاقة تكون خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف برضو نفس الشيء هو روتيني تماما فعشان هيك منقولك انه بما انه ما في دعم فلوس خارجي حاول انك تحافظ على اموالك من انك انت تصرفها وبدون حساب او بدون ترتيب اما بالنسبة للبيت التاسع فبكون عندك نشاط فكري عالي جدا في الامور اللي الى علاقة بالسياسة او بالفلسفة او بالدراسة ممكن عمل بحث او نشاط فكري عالي جدا او تشغل مخك في اشياء الها علاقة بالامور اللي احنا ذكرناها ممكن يكون في عندك نقاشات كثيرة او امور الها علاقة بالجدالات بمعنى اخر فعشان هيك حاول انك تمسك اعصابك من الحدي ما تفرض رأيك اما بالنسبة لبيتك العاشر وبيتك 11 فذكرناهم في بداية التوقع هذا القمر اللي رح يكون متواجد فيهم اما بالنسبة لبيت متعبك فبقولك يعني حاول انك انت تنجز الاعمال الضرورية فقط وحاول انك تهتم بوضعك الصحي بشكل جيد راقب غذائك وراقب راحتك فالامر رح يكون بهذا الاتجاه خلال هذا النهار حاول انك ما تحتد وما تعصب وامسك حالك من العصبية برج الثور بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسية ما لبعيدة مع ساعات ما بعد منتصف الليل بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية اهمش انك ما ترتج للمواقف ولا التصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسئوليات او بتواجه امر صعب ومعقد التزم بالمسئوليات فاترى فيها نوع من انواع الوعد اما بالنسبة لبيتك الاول فانا شايف انه الامور جيدة على المستوى النفسي خلال هذا النهار يعني مشحون بطاقة ايجابية بتقدر تتعامل مع الامور بشكل عقلاني جدا يعني عندك خطة معينة او ترتيب معين ممكن انك انت تنفذه خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الامور المالية برضو نفس الاشي بتلفت انتباهك خلال هذا النهار فبس انه فيه نوع من انواع الفلوس الجاي ولكن برضو بالمقابل فيه مصاريف كثيرة او فيه التزامات كثيرة موجودة عليك يعني فيه فرص انه يجيك مصاري ولكن فيه فرص ثاني انه تصرف الفلوس هاي او يكون عندك التزامات كبيرة فعشان هيك حاول انك تقلل من مصاريفك قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه اليوم عندك نشاط فكري عالي جدا ممكن اليوم انت تنشط في امور الها علاقة بالابحاث او بنوع من انواع النقاشات او الجدالات او التواصل ممكن اشياء الها علاقة بالترحال او مثلا بقصص او بمواضيع الها علاقة بالسفر او بالخيال العلمي او بالاشياء اللي من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه النشاط رح يكون على مستوى البيت عالي جدا خلال هذا النهار فعشان هيك ممكن يصير فيه نوع من انواع التواصل مع انفراد العائلة او اجتماع عائلة او لمة عائلية ممكن تهتم بموضوع بتعلق في احد الابناء او ممكن في احد الوالدين فيه نوع من انواع التواصل رح يكون عالي جدا ممكن تكون فيه نقاش او حل مشكلة معينة فيه اشياء ايجابية رح تكون من خلال هذا اللقاء اما بالنسبة للبيت الخامس الامور العاطفية فانا شايف انه على مستوى العاطفي ومستوى الحظوظ فارغ تماما فعشان هيك رح يكون فيه عندك فراغ كبير عاطفي خلال هذا النهار يمكن نحكي انه روتيني ولكن انا شايف انه بميل للفراغ العاطفي اكثر فيه نوع من انواع الحدية او نوع من انواع العصبية في التصرف مع الحبيب اما بالنسبة لبيتك السادس فانا بشوف انه فيه اهتمام عالي على مستوى العمل او النشاط العملي او الامور الصحية اكثر فبشوف انا انه رح انت تهتم باعمال او انجاز اعمال معينة ولكن انه برضو فيه اهتمام صحي لامر طارق ممكن يكون او اشي مزمن وبظهر على الساحة من جديد اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف انه فارغ تماما من الحظوظ فعشان هيك ما فيه لا حظ ولا سلبي موجود فيه فمن تسميه احنا الوضع الروتيني في التعامل مع الشريك اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه يعني فيه احتمالية لبعض الفرص اللي الها علاقة باستردادات مالية بتيجي لأقلية من موليد برج الثور ولكن انه المصريف اكثر موجودة على الساحة فعشان هيك الاموال هاي ممكن تيجي اما من تعويض او من شراكي اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه البيت التاسع والبيت العاشر اللي احنا ذكرناهم في بداية التوقعات بمثل ما ذكرناهم فيها اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه الامور على مستوى العلاقات والاصدقاء يمكن توصل لمرحلة انك انت تتفشش في موضوع معين او تحتد بمسألة الهناقة بصديق او تتوتر بسبب تصرف بعض الاصدقاء او كلمة ممكن يطلعها بشكل سلبي فانت تحتد وتعصب خصوصا في فترة ساعات الظهر اما باقي النهار فهو امر خالي تماما وفيه نوع من انواع الاجحام عن العلاقات او الاشخاص اللي انت بتعرفهم الا من باب ممكن اتصالات عادية بس نوع من الاطمئنان او استمرارية العلاقات العامة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط بشكل كبير فعشان هيك ممكن اليوم يظهر بعض الاوجاع او بعض الاعراض الجانبية لامراض معينة فحاول انك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد اذا احتاج الامر انك تستشير طبيبك فاستشير طبيبك حاول انك تنجز الاعمال الضرورية فقط لا غير وحاول انك تخلد للراحة راقب غذائك بشكل جيد وراحتك بشكل اكبر برج الجوزاء بتنهمكو في اعادة تنظيم اموركم المالية المشتركة اهمش انكو تخففوا من النفقات في ساعات ما بعد منتصف الليلة بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ثم لقاء او فرصة بتفتح امامك ابواب السفر والتسويق والنشر او الدراسة العليا اه ممكن تفرح لانتصار او لرحلة او لمشاركة ناجحة اتحرك على مختلف الاصعدي اما بالنسبة لبيتك الاول فاليوم يعني بنقدر نقول بعد منتصف الليل نفسيتك بترتاح شوي وبصير في نشاط معين موجود عندك وبصير في نوع من انواع الحيوية رغم انه في نوع من انواع القلق عندك او بعض الوساوس اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف على المستوى المالي الامور يعني شيئا ما جيدة ولكن في نفقات عالية موجودة على الساحة يعني في نوع من انواع المصاريف بتضغطك فاللي جاي رايح بنفس الاتجاه يعني بدخل الفلوس زي ما منحكيها بتقبضها باليمين بتحطها بالشمال احاول انك تقلل من مصاريفك قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف اليوم عندك نشاط وعندك حركة عندك قدرة عالية على الاقناع عندك كثير من الاتصالات عندك يعني اهتمامات بامور الها علاقة بالتكنولوجيا بالسيارات بالاتصالات بالاشياء اللي من هذا القبيل وبرضو في منك رح يبدأ بمطالعة او دراسة او بحث عن موضوع معين اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف وضع البيت شوي رح يكون ممل بالنسبة للك فيه نوع من انواع الملل او نوع من الزهق او نوع من انواع الضغوطات المنزلية فيه نوع من انواع التوتر في العلاقات حاول انك ما تتحسس من اي تصرف عشان ما تحتد وما تكبر الامور يمكن الظروف الراهنة هي اللي بتضغطك اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور على مستوى العواطف يعني شوي بتتحرك عندك خلال هذا النهار فيه ممكن يصير نوع من انواع الاتصالات او نوع من انواع البحوث او نوع من انواع التواصل ما بينك وبين الحبيب بطريقة يعني منقدر ان نقول اعلى من العادي بشوي يعني مش ممتازة مش قوية ولكن مش روتينية يعني فيه نوع من انواع التواصل اما بالنسبة للابناء فيه نوع من انواع الاهتمام بموضوع بتعلق في احد الابناء ممكن تواصل او حثهم او تسليتهم او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه فيه امور الها علاقة بالاهتمام بالوضع الصحي اكثر من الاهتمام بالوضع العملي يعني اليوم نشاطك رح يكون كله ارشادات وصحة ومراقبة وضع صحي اشياء من هذا القبيل الانجاز الاعمال ممكن انت تختلق بعض الاشياء عشان انت تتسلى فيها ولكن انه ما رح تكون بالاشياء القوية اللي انت بتتوقعها اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايفه فارغ تماما من لا حظ ولا معاكسي فعشان هيك طبيعة العلاقة هي اللي بتحتم عليك مزاجك خلال هذا النهار مع الشريك في المال والعاطفة اما بالنسبة للبيت الثامن فذكرنا انه القمر موجود فيه ورح ينتقى للبيت التاسع وذكرناه في بداية التوقع هو رح يكون ظاهر على الساحة اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف انه اللي بيشتغلوا على مستوى المؤسسات الكبيرة ممكن وما اخذوا عطل يعني لسه في مكان دوامهم رح يكون فيه نوع من انواع الضغط عليهم نوع من انواع المساعدات بينهم وبين زملائهم في امور الها علاقة بحل مشكلة معينة او تواصل لحل لمشكلة معينة بتواجههم في العمل بس اهم شي انه في ساعات الظهر ما تحتد وما تعصد اما بالنسبة لها بيتك 11 فانا شايف علاقاتك مع اصدقائك بالفترة هاي قليلة جدا في نوع من انواع الحدية او ما يخذ على بالك او معصب او متوتر من تصرف احد الاصدقاء فعشان هيك انت بتحاول انك تحجم عنه او ما تشحن حالك بطاقة سلبية للهجوم حاول انك انت تشحن حالك بطاقة عشان يعني تتفادى الغضب خصوصا انه الوقت مش لصالحك اما بالنسبة لها بيتك 12 فهذا اللي بيجيب لك امراض عابرة مثل اشياء الها علاقة بالشد العضل او الها علاقة بالتوترات العصبية او الام المعدة او القولون او اشياء الها علاقة بالتوترات فعشان هيك حاول انك انت تشحن حالك بطاقة ايجابية حاول تنجز الاعمال الضرورية فقط لا غير اراقب غذائك وتغذيتك وحاول انك تأخذ قصد كافي من الراحة برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكتكم وبالضل الامور والاجواء يعني شوي فيها نوع من انواع التشجيع فيما بعد منتصف الليل بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخل تعديل على نمط حياتك عشان تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح للتطور معين فترة جيدة لتصحيح خطأ او لتكرار محاولة سابقة اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف اليوم لانه القمر يعني كان موجود مقابلك تماما فبضعفك اليوم بده يتحرك للبيت الثامن شوي بخفف نوع من انواع الحدية عندك ولكن ما زال مزاجك شوي متقلب مرة ايجابي ومرة سلبي فعشان هيك بدك تمسك حالك قدر الامكان خلال هذه الفترة اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه فيه اشياء بتصير احسن وخصوصا بعد منتصف الليل يعني خلال النهار فيه اشياء ايجابية ممكن تدخل او تدخل بعض التعديلات على ميزانيتك او نوع من انواع الدعم اللي ممكن يجي لميزانيتك ولكن ضغط المصري فراح يكون عليك عالي اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه فيه عندك اهتمام معين في نشاط فكري او نوع من انواع التواصل او شيء له علاقة ببحث معين او رسالة معينة او اشياء لها علاقة بالنشاطات الداخلية اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الامور البيتية يعني بتطلب نوع من انواع اللقاءات او الاجتماعات المفروضة فعشان انت بتتأقلم مع الوضع بشكل ايجابي ممكن هذا الاجتماع يكون اجتماع عائلي او لقاء عائلي او انتوا في البيت تجتمعوا مع بعض يعني تجبروا على انكوا تجلسوا كلكوا مع بعض في يوم واحد فحاول انك انت تمسك اعصابك قدر الامكان من الانفعال يتعامل بطريقة ايجابية حاول انك توصل الرسالة بشكل ايجابي على اساس انه ما تحتدل اموره ما تكبر اما بالنسبة للتواصل فانا شايف انه ايجابيته اكثر من سلبيته اما بالنسبة للبيت الخامس فعلاقتك مع الحبيب روتينية تماما لا ايجابية ولا سلبية تتعامل بالنمط المتعارف عليه يعني العادي فلا في زيادة بالاهتمام ولا نقصان بالاهتمام على حسب العلاقة الاساسية ما بينك وبين الشريك ما بينك وبين الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه الامور على مستوى الصحة في اهتمام كبير عن الموضوع الصحي ممكن مراقبة صحتك او بداية اخذ بعض الفيتامينات او المكملات الغذائية لا نوع من انواع الاحتياطات او الوقاية اما على مستوى العمل في عندك بعض الاعمال انت بتعملها بتحاول انك انت تنجزها خلال هذا النهار ممكن الها علاقة في البيت او الها علاقة في بعض الاعمال اللي بتكون فيها عن طريق المراسلات اما بالنسبة للبيت السابع والبيت الثامن فهدولا ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع يعني بعطيك نوع من انواع البحث اما عن لغة جديدة او عن بلد جديدة او حضور افلام الها علاقة بهذا الاشي عن السفر عن الخيال العلمي عن الاشياء اللي زي هيك بتهتم فيها بشكل واسع جدا ممكن تجري بعض الاتصالات الهاتفية اللي في اشخاص خارج البلاد الاهتمام او الاطمئنان عليهم ممكن يصير في بعض المراسلات لا امور تجهيزية لعمل مستقبلي اما بالنسبة للبيت العاشر فانا بقول انه الوضع على المستوى العام ضاغط فعشان هيك في الشركات او شركات الكبيرة ممكن انه يصير فيه تجميد لعملك او انه عملية الغاء لبعض الاشياء او ضغطك في عمل معين او توكيل اليك مهمة عمل في وقت انت اساسا يعني مش شغلك فعشان هيك ممكن تحتد وتعصب حاول تمسك حالك قدر الامكان حاول انك تمشي الامور بطريقة عقلانية عساس انك انت ما تشوه سمعتك وما يصير اي شيء يعني يضغطك بشكل غير مباشر اما بالنسبة للعلاقات مع الاصدقاء فهي نوع من انواع التواصل ولكن في نوع من انواع الغضب رح يكون في ساعات الظهر ممكن ردة فعل من تصرف معين من تعليق معين يعني من مبادرة احد الاصدقاء بكلمة او موضوع او يتسرب لك خبر فتغضب وتحاول انك انت تتفشش فحاول تمسك عصابك الوضع مش بحاجة للعصبية كلها ساعتين ثلاثة وبعدين ترجع الامور بتهدى حاول انك تتجوز الفترة هاي بطريقة عقلانية اما بالنسبة لبيتك اتناعش فانا شايف بيت المتاعب ممكن يجيب لك بعض التوترات اللي ممكن تمر عليك بشكل عابر ولكن انه برضو ما في داعي انك انت تخاف ولكن حاول انك انت تنتبه لصحتك بشكل جيد تاخد قصطك كافي من الراحة التزم بادويتك اذا كنت من الاشخاص اللي عندك امراض مزمنة حاول انك انت تتواقع وحاول انه اذا شعرت بشيء غير اعتيادي انك تراجع طبيبك برج الاسد انجزوا ما بغسعكم من العمل المتراكم دون اهمال صحتكم في ساعات ما بعد منتصف الليل بينصب اهتمامك حول تعزيز شراكتكم حافظ على هدوءك وما ترتج الكلام او توجه ملاحظة فخصمك قوي وما رح يرحمك في هذا اليوم بتحملك هاي الايام نوع من انواع الارتباط وهذا الارتباط رح يكون مهم فحافظ على هدوء عصابك وما تكون عدائي اما بالنسبة لبيتك الاول فانا شايف انه الامور النفسية شيئا ما متقلبة يعني لحظات ايجابي لحظات سلبي طبعا السبب بعود انه الان القمر موجود مقابلك تماما فهذا الاشي رح يضغطك بشكل كبير فعشان هيك نفسيتك رح تكون متقلبة او مزاجك رح يكون متقلب اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور على المستوى المالي اوقود كامل في عندك بعض الالتزامات المالية خلال هذا النهار وبعض المصاريف ممكن انك انت يعني تنضغط شوي فعشان هيك يقول لك قلل من مصاريفك قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه اي شيء له علاقة بالاتصالات بالمواصلات له اهتمام خاص عندك اليوم عندك قدرة اقناع عالي جدا قدرة للنقاشات او للبحث او لبحث عن موضوع معين او عمل دراسي معينة او ممكن انك انت تبدأ بدراسة موضوع معين خلال هذا النهار عندك قدرة عالية جدا على النقاش فحاول انك انت تمسك حالك بس من ردات الفعل العصبية اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف ان الامور على مستوى البيت فارغة تماما من اي حظ او اي مشاكل فعشان هيك بتتعامل بالامر بامر روتيني عادي جدا يعني ما في لا ايجابية ولا سلبية في الموضوع على حسب النشاط اللي انت متعود عليه او الوضع اللي انت قائم حواليك باتصالك بالبيت وهو اللي رح يكون خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي والحظوظ فانا شايف ان الامر روتيني تماما يعني في نوع من انواع الروتين ما في لا ايجابية عالية ولا سلبية عالية فعشان هيك بتتعامل بشكل طبيعي اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف ان الامور يعني على مستوى الصحة في نوع من انواع الاهتمامات بالصحة او اهتمام بصحة احد المقربين لا اليك وممكن انه بحث بامور صحية او اشياء لها علاقة بهذا الموضوع اما بالنسبة للموضوع العملي فعندك قدرة على انجاز كثير من الاعمال الموكلة للايلك طبعا احنا حكينا بالبداية انه القمر موجود في السادس وبده ينتقل للسابع فعشان هيك السادس والسابع مثل ما ذكرناهم في بداية الحلقة اما بالنسبة لبيت الثامن فبلاقي انه برضو نفس الاشي الدعم المالي قليل في نوع من انواع المطالبات او الالتزامات عليك خلال هذا النهار ممكن ترهقك شوي او توترك لانه انت بترتب لوضع كامل ولكن مضغوط ما فيه اي شيء يحاول انه يعطيك بوادر تحسينات خلال الفترة القادمة اما بالنسبة لبيت التاسع فانا شايف انه في عندي نوع من انواع الحدية موجودة في نوع من انواع التواصل خصوصا مع الخارج مع الاشخاص اللي خارج البلاد ممكن حتى انك انت يعني اذا بدك تحضر فيلم ممكن تحضر فيلم عنف كمان اما انه السبب انه فيه حدية في الطباع موجودة عندك بسبب الضغوطات او بسبب تعطيلات او بسبب ظهرت على الساحة مجددا الها علاقة بالدراسة او بالسفر او بالامور اللي الها علاقة بالاتصالات البعيدة فضغطتك بشكل كبير وهذا سبب نوع من انواع الحدية اللي موجودة عندك اما بالنسبة للبيت العاشر فاللي بيشتغلوا في المؤسسات الكبيرة واللي ما زالوا شغالين بعملهم فبكون في عليهم كثير من الضغوطات خلال هذا النهار لانجاز كثير من الاعمال المهمة ممكن تتوتر شوي من كترة هاي الاعمال حاول انك تتعاون مع زميل اليك او مع رئيسك بالعمل لوضع خطط معينة للتجاوز الفترة او الضغوطات اللي موجودة اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم في نوع من انواع الاتصالات الكثيفة رح تكون بينك وبين علاقاتك العامة نوع من انواع التواصل او نوع من انواع الاطمئنان او نوع من انواع تدعيم العلاقات العامة يعني ما بنقول فيه ممكن دعوة لحضور حفلة او مناسبة لانه طبعا الوضع الراهن معروف انه الكل رح يلغي او رح يتغيب عن هذه الامور ولكن ممكن يكون فيه اجتماعات او لقاءات مقتصرة على اوضاع معينة اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا بقول بيت المتاعب شوي ممكن يظهر لك بعض الاشياء المرضية العرضية تتعبك او توترك فعشان هيك انت بحاجة لمراقبة وضعك الصحي بشكل جيد حاول تاخذ قصة من الراحة وما ترهق حالك زيادة بالفترة هاي راقب الوضع بشكل جيد وخصوصا انه القمر بما انه مقابلك معناته مناعتك الضعيفة فعشان هيك حاول انك تحافظ على جهازك المناعي برج العذراء بيظل في نوع من انواع الرغبة في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم حتى ساعات منتصف الليل او ما بعد منتصف الليل بعدين العمل راح يتراكم عندكم وما اهمش انكم ما تهملوا صحتكم حاذر من التعب الصحي او جسدي بمنعك من اداء واجباتك اليومية كمان يعني بدك تهتم بالنجازات قدر الامكان زي ما هو مطلوب منك ممكن تظهر مسائل عائلية او شخصية طارئة او تشعر بنوع من انواع التوتر اما بالنسبة لبيتك الاول فانا شايف ان الامور على مستوى البيت الاول يعني شخصيتك شوي بتظلك محافظ عليها طول اليوم بنوع من انواع الثقة بالنفس او داعم حالك بثقة بالنفس ولكن انت من الداخل في عندك نوع من انواع التوتر القوي اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف على المستوى المالي الامور يعني فيه شيئا ما بعض الفلوس اللي جايتك او الموجودة معك ولكن انه فيه كثير من المصاريف مطلوبة منك خلال هاي الفترة او الترتبات المالية عشان هيك ما ترهق حالك بالمصاريف لزيادة وما توتر حالك كثير يعني فترة عابرة وبتمضي على خير بدون ما انت تلزم حالك باشياء انت ممكن تكون هاي عبع عليك ما تقدر تنفذها في الفترة القادمة اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف فيه نوع من انواع الحدية في التعامل او في التصرفات عقلك نشيط كثير ولكن انه نشاطك هذا يعني عنده ذكور تحديدا هو نشاط باشياء لها علاقة بالمكائد يعني بتحاول انك تخطط لخطط زي الخطط العسكرية حاول لانك تطلع من هذه الفكرة وما تنتقد وما توجه انتقاد لشخص بطريقة مباشرة فهذا الامر رح يسبب لك كثير من المشاكل اما عند الاناث فبشوف النشاط الفكري عندهم عالي بشكل ايجابي ولكن بتطلب نوع من ضبط النفس من العصبية وردات الفعل حاولوا انكو انتو تفرغوا هذا الشيء بشيء اه الا علاقة بالدراسة او بالبحث او بالمطالعة او حتى التفريغ باي شيء العلاقة بهواياتكم اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه فارغ تماما لا حظ معاك ولا معاكس ضدك فعشان هيك بتتعامل بالامور بشكل ودي عادي جدا مثل اي علاقة طبيعية اذا كان طبيعتك متوتر معناته رح يكون متوتر البيت اذا كانت طبيعة البيت عندك هادي فالوضع رح يكون هادي اما بالنسبة للبيت الخامس والبيت السادس فذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع ما زالت الامور على مستوى الشراكي ضغط عليك بشكل كبير جدا لدرجة انك انت محتد لدرجة لا توصف فعشان هيك ممكن تنفجر في اي لحظة حاول تمسك عصابك عشان انفجارك هذا ما يحتسب تهور وبعدين انت اللي رح تكون خسران اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه انت بتلف الامور بتلف للامور من جهة الشمال الامور بتلفلك من الجهة اليمين كأنك انت في حلبة مصارعة ما بينك وبين الوضع المالي في نوع من انواع الضغوطات يعني مهما كان نشاطك الفكري عالي جدا وبتقدر تنظم امورك المالية ولكن مضغوط بالتزامات مالية وخصوصا مع الاشخاص اللي لهم اموال عليك يعني اموال اما ديون او لمؤسسات او قروض او اشياء قضائية انت محتار من هذه الامور لانه انت مش قادر تتحرك بشكل عقلاني حاول انك تنظم الامور بشكل عقلاني اكثر على اساس انك تتجاوز الفترة الصعبة هاي اما بالنسبة لبيتك التاسع فشايف انا على مستوى النشاط البعيد يعني مش كتير قوي ولكن في نوع من انواع التواصلات والاتصالات الروتينية ممكن تقوم فيها او نوع من انواع التواصل مع اشخاص خارج البلاد بشكل روتيني ولكن مش بالقوة اللي انت معتاد عليها اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف ان الامور خصوصا الاشخاص اللي ما زالوا على رأس عملهم في الشركات الكبيرة او المؤسسات الكبيرة بيكون عندهم نوع من انواع الضغط والاهتمام بحل قضايا او مشاكل كبيرة فبتوكل لك اعمال انت على اساس انك تنجز كثير من هاي المسائل فانت عندك الكفاءة وعندك القدرة على انجازها حاول انك تستثمر جهدك بشكل ايجابي لانه الفترة هاي ممكن تدعم الموقفك ويكون لك تكريم او ترفيع مستقبلي اما بالنسبة لبيتك 11 ما زلت انت في نوع من انواع الحيرة بتعامل مع بعض الاصدقاء يعني بتتعامل بشكل ودي ولكن في ساعات الظاهرة ممكن يكون في نوع من انواع الحدية من تصرف بعض الاشخاص او شخص معين تصرف معك بطريقة سلبية فانت تحتد وتعصب ممكن هذا الاشي يكون ضدك مش لصالحك حاول تمسك اعصابك ع اساس انك ما تكون انت الخسران الوحيد بالفترة هاي اما بالنسبة لبيت متاعبك فانا شايف بيت المتاعب ضاغط عليك بشكل كبير عشان هيك يجيب لك مشاكل انت مش عارف تتصرف فيها بشكل عقلاني حاول انك انت تحل المشاكل هاي بطريقة لبقة وحاول انك انت تاخذ قصد كافي من الراحة حاول تهتم بصحتك خصوصا من الاشياء العرضية اللي ممكن تظهر لك او الامور الصحية الطارئة اللي ممكن انها تأرقك او ممكن انها تلفت انتباهك حاول تهتم بصحتك وبغذائك واخذ قصد كافي من الراحة برج الميزان بتظل الامور البيتية والعائلية بتشغل فكركم في ساعات ما بعد منتصف الليلة بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع احبائكم ممكن تفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة معني جيدة جدا رح تكون ممكن تتلقى اشارة ايجابية هاي فترة مناسبة للتقاط الانفاس بعد العواصف اللي عصفت فيك في الفترة الماضية اما بالنسبة للبيت الاول فانا بقولك انه الامور يعني نفسيا انت لسه مضغوط لغاية ساعات الصباح وبعدين الامور بتشحنك بطاقة ايجابية عالية جدا خلال هذا اليوم بتصير نفسيتك احسن وبصير عندك تفاهم مع ذاتك اعلى اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الامور على المستوى المالي انت مضغوط ماليا في نوع من انواع التوتر المالي موجود عندك فعشان هيك يحاول انك تقلل من مصاريفك في ظل الالتزامات الكثيرة المطلوبة منك اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه عندك كثير من الاتصالات ورغبة في الاتصالات وجراء بعض الحوارات او النقاشات وممكن هاي تكون نوع من انواع التسلي بنحكي خلال هذا النهار يعني هذا بتتسلى فيه تسلي لانه نشاطك الفكري عالي جدا ما بيحده مضوع واحد او اثنين انت بدك عدة مواضيع تناقش فيها مع بعض اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انه البيت هو العنصر الفعال او اللي مشغل فكرك خلال هذا النهار فعشان هيك ممكن تدخل لاما بورشات صيانة او تنظيفات او تعديلات او نوع من انواع الترميمات اللي علاقة بالمنزل في بعض اللقاءات اللي ممكن تجمعك في بعض الافراد من العائلة وممكن انه يكون في نوع من انواع المراسيم او فرض القوانين على المنزل انت اللي راح تفرضها خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناه في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت السادس برضو بقولك انه مناعتك قليلة حاول انك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد حاول انك ما تقصر في حالك انجز الاعمال الضرورية المتراكمة عندك وحاول انك انت تأخذ قصد كافي من الراحة واخلد للراحة اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف السابع والثامن يعني السابع بيت الشراك المالية والعاطفية والثامن بيت الاموال المشتركة اثنين هدولا يعني فارغات من الحضوظ تماما فعشان هيك بتتعامل انت بشكل طبيعي على حسب الوضع الاجتماعي او وضعك انت او مكان عملك ايش هو فبكون هذا اما انه بكون ايجابي او بكون ضاغط على حسب طبيعتك اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه اليوم عندك كثير من الاتصالات الخارجية مع اشخاص خارج البلاد ممكن لتفقدهم او لتواصل معاهم ممكن تهتم في بعض الامور اللي الها علاقة في شغلات الها علاقة بالفلسفة او بالدين او نوع من انواع البحوث بالشغلات اللي ممكن ما تخطر عبال حدا اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف على مستوى العمل اللي بيشتغلوا وما زالوا على رأس عملهم اليوم بنجزوا كثير من الاعمال الممكن لالهم وممكن يتعاونوا او يرشدوا اصدقائهم او اعوانهم بطريقة حلول لكثير من المشاكل خصوصا اللي بتواجههم في مكان العمل ممكن يصير في نوع من انواع التعاون ما بينك وبين احد الزملاء او رؤساك بالعمل لا حل مشكلة معينة اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه في نوع من انواع التوتر في علاقة معينة مع صديق او معرفة فممكن تحتد وتعصب خلال هذا النهار من تصرفه حاول تمسك اعصابك الامور مش بحاجة لحدية وعصبية بتنتهي يعني فترة ساعتين ثلاثة وبعدين بتنتهي الامور ما في داعي انك تحتد كثير اما بالنسبة لبيت المتاعب فبرضو بيحذر على موضوع الصحة بقولك انتبه على صحتك بشكل جيد حاول انك تخلد للراحة راقب وضعك الصحي حاول تاخذ اشياء دافية على اساس جهازك التنفسي او الرئوي حاول انك انت تخلد للراحة قدر الامكان مرج العقرب بتنشطوا في السفر والاتصالات وبيكون عندكم تعامل مع اخ اوجار في ساعات ما بعد منتصف الليل بتفضلوا للاجواء البيتية والعائلية اهم ايش انك تلطف من الاجواء العائلية الضاغطة لانها ممكن انها تثير اضطرابك او امتعاضك ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية اهتم بعائلتك اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف ان على المستوى النفسي انت روتيني عادي جدا يعني على طبيعتك انت اليوم راح تكون اذا انت من النوعية اللي حاد جدا فبتكون حاد جدا اذا كنت من النوعية المرن وضحك وانبساط فاليوم بتكون على هذا الجو اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه فيه نوع من انواع الالتزامات اللي رح تكون عليك خلال هذا النهار بعض المصاريف او بعض الترتيبات المالية ممكن ترهقك شوي فيه صحيح انه ممكن تجيك فرص لاموال ولكن انه الخارج منك كاموال اكثر من الداخل اما بالنسبة للبيت الثالث فحكينا انه الثالث والرابع هي على حسب التوقعات اللي ذكرناها في البداية اما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم الحضوض يعني بتنقول انه ما في حض ما تعتمد على الحض نهائيا وفي نفس اللحظة الامور العاطفية عندك شوي فيها نوع من انواع التوتر في عصبية في طباعك وردات فعلك وممكن حتى تحتد من تصرف احد ابنائك اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه جيد على مستوى انجاز الاعمال المتراكمة عندك او المطلوبة منك ولكن في النهاية بقولك بدك تهتم بوضعك الصحي بشكل جيد رغم انك انت بتهتم فيه ولكن بده كمان شوية اهتمام اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكة المالية والعاطفية انا شايف انه الاجواء بلشت تعتدل وتصير من ناحية جيدة فعشان هيك ممكن اليوم تتعاون مع الشريك بمسألة معينة او بموضوع معين تضع حلول معينة لاشياء ممكن كانت ضغطيتك بالفترة الماضية اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه فيه امور الها علاقة بالمادة او بالاموال ممكن تدخل عليك او المشتريات ولكن انه في المقابل فيه عليك بعض المصاريف اما بالنسبة للبيت التاسع فممكن تهتم اليوم بامور الها علاقة بالفضاء الخارجي يعني بمعنى اخر حضور افلام مسلسلات قراءة كتب روايات اشياء من هذا القبيل ممكن تهتم في بعض الاشخاص خارج البلاد او تجري بعض الاتصالات الخارجية او ممكن الاهتمام يكون في موضوع اله علاقة بالسفر او بدول ثانية او بثقافة ثانية او بامور الها علاقة بالفلسفة او بالدين اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف انه خالي تماما من اي ضغط او حضوض موجود عليه اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف ان الامور جيدة بالتواصل مع الاصدقاء او بحث موضوع معين او علاقة معينة او نوع من انواع الروتين او نوع من انواع التواصل للتفقد يعني في نوع من انواع التواصل الايجابي على مستوى اصدقائك وعلاقاتك العامة وممكن تستعين ببعض الاشخاص في حل مشكلة معينة او مساعدتك في مسألة معينة اما بالنسبة لبيت المتاعد فهو ما زال ضغط عليك فعشان هيك بقولك بدك تراعي وضعك الصحي بشكل جيد راقب الامور الصحية وخصوصا اذا كان عندك امراض مزمنة او امراض قديمة فعشان هيك يحاول انك تراقب حالك ان شعرت باي شيء غير مألوف حاول انك تراجع طبيبك حاول تراقب غذائك وتخلد للراحة برج القوس ثم فرصة لمكسب مالي ولكن من جهة اخرى ثم نفقات في ساعات ما بعد منتصف الليل بتكثر رديكم الاتصالات والتنقلات فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولاسماع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل او تتحرك بفاعلية كبيرة ممكن تقوم باتصالات واسعة ممكن تسفر عن اتفاق او مصالحة اما بالنسبة لبيتك الاول فانا شايف ان الامور على المستوى النفسي اليوم جيد جدا انت مشحون بطاقة عالية جدا عندك سرعة بديهة عالية يعني اتحسنت الاجواء شيئا ما على المستوى النفسي اما بالنسبة للبيت الثاني والبيت الثالث فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع ما زالت الامور ضغطة على المستوى المنازل او مستوى البيت او الامور العقارية او الاهتمام بصحة او احد الابناء او الاباء فعشان هيك في اشي برهقك في هذا الموضوع يعني اهتمام بالابناء او بالاباء او على مستوى البيت هذا بسبب لك نوع من انواع الارهاق خلال هذا النهار فعشان هيك حاول انك تمسك اعصابك حاول انك ما تنفعل وما تتوتر وما تفقد سيطرتك اما بالنسبة للبيت الخامس فانا بقولك التعامل الروتيني رح يكون على مستوى العاطفي وحضوظ ما تبالغ بحضوظك نهائيا على المستوى العاطفي يعني روتيني تماما على حسب العلاقة اللي انت بتعيشها مع الشخص اذا كانت ايجابية فهو ايجابي اذا كانت سلبي فهو سلبي اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف ان الامور على المستوى الصحي ملفتة للانتباه اكتر رح تهتم بصحتك بشكل كبير لكن حاول انك تخرج من اطار الوسوسة لانه هذا الاشي ما رح ينفعك تقدر تنجز كثير من العمال الموكلة للك خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراك المالي والعاطفي الامور جيدة خلال هذا النهار فعشان هيك بتقدر تحط حلول او نوع من انواع المصالحات او نوع من انواع الامور اللي تجمع ما بينك وبين الشريك اما بالنسبة لبيتك الثامن ففي ضغوطات كثيرة ممكن تتعطل بعض الامور المالية اللي انت كنت ما معتمد عليها بالفترة الماضية او بعض الوعود ممكن تتعطل وممكن بعضك يزيد عليه النفقات الزيادة عن اللزوم او بعض المطالبات المالية اما بالنسبة للبيت التاسع فهو فارغ تماما من اي ايجابية او سلبية فعشان هيك موضوع الاتصالات الخارجية ما رح يكون هالشيء القوي عندك خلال هذا النهار ممكن هي بعض البحوث او بعض التركيزات على بعض الاشياء فعشان هيك حاول انك انت تمسك حالك اما بالنسبة للبيت العاشر فانا بقول لك على مستوى اللي بيشتغلوا بالقطاعات العامة او الخاصة فبقولهم انه رح يكون في كثير من الاعمال والنشاطات انت اليوم رح تحققوا انجازات كبيرة ومهمة جدا ممكن من خلالها يصير في نوع من انواع الدعم او نوع من انواع الترفيع او تكريم معين اهم اشي اذا كثرت هاي المسئولية ممكن تتعاون انت وبعض الزملاء او رؤساك بالعمل لوضع خطة الانتاجية اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه بيتك 11 شوي يعني في نوع من انواع الضغوط فعشان هيك ممكن تتوتر علاقتك انت واحد الاصدقاء او انت احد المعارف خلال هذا النهار حاول انك تمسك اعصابك وما تحتد زيادة الامور كلها تيجي ضغط ساعتين ثلاثة وبعدين بتختفي اما بالنسبة لبيت المتاعب فبقولك بدك تدير بالك راقب صحتك بشكل جيد انجز العمال الضرورية فقط لا غير حاول اتراقب غذائك بشكل جيد حاول انك تاخد قصد كافي من الراحة ما ترحق حالك زيادة لانه بيت المتاعب ضغط عليك برج الجدي انتم ممتلئون نشاط وقادرين على انجاز الكثير من مشاغلكم في ساعات ما بعد منتصف الليل بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم لا تغامر باموالك هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فلا تسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة الى كل التعاطف والتضامن يعني هاي بتتركز الامور على البيت الاول والبيت الثاني اما بالنسبة للبيت الثالث فانت في نوع من انواع العصبية في حد او نوع من انواع الحدية في طريقة التواصل تبعتك ممكن انت تنزعج من اي خبر فتتوتر وتعصب وصير لك ردة فعل عنيفة جدا حاول انك تمسك اعصابك بلاش ردات الفعل العنيفة حاول انك انت يعني تكون حيادي بالفترة هاي او حاول انك تضبط نفسك من ردات الفعل السريعة اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف في نوع من انواع التوتر على مستوى البيت بضغطك بشكل كبير جدا ممكن هو امور طارئة على الساحة او اشياء لها علاقة باحد الابناء او احد الوالدين او ممكن حتى علاقتك مع الازواج فعشان هيك هاي المشاكل اللي بتصير على مستوى البيت بتوترك اليوم وبكرة فعشان هيك حاول تمسك اعصابك عشان تطلع من اليومين اللي فيهم ضغط هدول وبعدين ان شاء الله الامور بتصير لصالحك بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف الامور جيدة على المستوى العاطفي يعني فيه هدوء نسبي موجود فيه نوع من انواع التواصل بينك وبين الحبيب مستمر فعشان هيك الامور جيدة على المستوى العاطفي فيه نوع من انواع الدعم بالحضوذ رح يجيك بشكل مفاجئ ممكن تتفاجأ منه فيه نوع من انواع التفاهم رح يصير بينك وبين احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فكثير من الامور اليوم من الاعمال هاي بتقدر تنجزها وترتبها ممكن اعمال انت كنت مقصر فيها في الفترة الماضي اليوم تحط في بالك انه خلص انا بدي انجز هاي الاعمال بشكل قوي جدا ولكن انه برضو بدك تهتم بوضعك الصحي ممكن تتحسن في بعض الامور ولكن انه برضو بدك تهتم بوضعك الصحي بشكل مباشر اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف انه يعني امورك جيدة على مستوى البيت السابع فعشان هيك يحاول انك انت تتواصل بلين تضع نوع من انواع الحلول بلاش انك انت تعصب وتتوتر من اي ردة فعل ممكن يقوم فيها الشريك لانه يعني الحظ بدعمك انت ما بدعموه ولكن اذا تسرعت فاكيد رح يصير الحق عليك مش عليه اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف انه فارغ تماما من الحدود خلال هذا النهار فعشان هيك يعني بدك تمسك اعصابك قدر الامكان خصوصا بين المصاريف والالتزامات المالية اما بالنسبة للبيت التاسع فعندك كثير من الاتصالات الخارجية او الاهتمام باشخاص خارج البلاد ممكن انه تجري بعض الاتصالات او بعض المراسلات لا الاهتمام فيهم او الاطمئنان على صحتهم او لظروف معينة ممكن تهتم في امور برضو بحثية الى علاقة بالسفر او بالاتصالات او بامور الى علاقة بالدراسات العليا او ممكن لغة جديدة او امور الى علاقة بالفلسفة او الدين اما بالنسبة للبيت العاشر فهو خالي تماما من الحضوض او من السلبيات فعشان هيك هو امر روتيني على مستوى العمل بالشركات الكبيرة او المؤسسات الكبيرة اما بالنسبة لبيتك 11 في نوع من انواع التوتر بصير بينك وبين احد الاصدقاء خصوصا في ساعات الظهر ممكن تحتد وتعصب من ردة فعل او من كلمة او من عبارة ما تيجي على قد خاطرك فانت يكون ردة فعلك هجومية عنيفة اما بالنسبة لبيت متاعبك فانا بقول لك يعني شوي بدك تنتبه على هاي الاشياء اللي بتطلع لك فجأة او جاع فجائية الى علاقة بالعصاب او الها علاقة بالتوترات العضلية حاول انك انت تمسك حالك شوي هيك تراقب وضعك الصحي وتاخذ قصد كافي من الراحة انجز الاعمال الضرورية فقط حاول انك انت يعني تريح من فترة لاخرى انا هاي نصيحتي يعني برج الدلو بيسيطر التعب عليكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم في ساعات ما بعد منتصف الليل بتستعيد نشاطك وحيويتك تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها لبدء مشروع او خطة جديدة تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد او لحسم امر عالق يعني ممكن كمان تتلقى خبر صار طبعا القمر بين بيتك المتاعب وبيتك الاول لانه بده ينتقل عندك فعشان هيك رح يكون مثل ما ذكرنا في التوقعات اما بالنسبة لبيتك الثاني ما زالت الامور المالية برضو لهذا اليوم كمان رح تضغطك رح يكون عليك متطلبات كثيرة او مصاريف كثيرة او امور الها علاقة بالاموال فعشان هيك حاول انك انت ما ترهق حالك زيادة ورتب امورك بشكل جيد وقلل من مصاريفك اما بالنسبة لبيت الثالث فاليوم عندك كثير من الامور اللي الها علاقة بالاتصالات او البحوث الا الها علاقة بالتكنولوجيا بالسيارات بالتليفونات في هاي الامور عندك اهتمام خاص عندك سرعة بديهة عالية جدا بقدرة الاقناع وممكن تقنع اي شخص بوجهة نظرك اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف البيت الرابع بضغطك شيئا ما ولكن مش بالشكل الكبير عشان هيك يكون في عندك نوع من انواع الاهتمام باحد الابناء او احد الوالدين او احد الاخوة خلال هذا النهار او بمسألة بتتعلق فيهم اما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي انا بقول الامور جيدة ممكن تتواصل مع الحبيب بشكل جيد ما فيه اي مشاكل على المستوى العاطفي اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور على المستوى البيت السادس جيدة جدا وممكن انك كمان انت تهتم بالامور اللي الها علاقة بالمسائل الصحية ممكن تنصح أشخاص بوضع معين أو بطريقة معينة أو ممكن أن تساعد على الاهتمام بصحة أحد المقربين لإلك تقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار أما على مستوى بيت الشراكي فأنا شايفه فارغ تماما لا حظ معك ولا ضدك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور المالية برضو بتشغل فكرك في هذا اليوم شيء خطط على أساس أنه زي خطط النجاة عشان تطلع من الضغوطات المالية المطلوبة منك بالفترة القادمة بترتب أنت لأمور مالية أو لصفقات تجارية أو لأشياء نوع من أنواع الدعم يجيك من أشخاص معينين برضو فترة إيجابية أنك تبادر في هذه الأمور أما بالنسبة للبيت التاسع فهو فارغ تماما فعشان هيك أمور الاتصالات والمواصلات الخارجية يعني يا دوب ممكن هي أشياء روتينية أو اتصالات عادية روتينية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه فارغ تماما عشان هيك من أي أمر طارق ممكن الأشخاص بس اللي بيشتغلوا في المؤسسات الكبيرة اللي ما زالت على رأس عملها أن يكون عندكم بعض الالتزامات اليوم ونجاز بعض العمال بالتعاون مع زملاء أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن يكون اليوم في نوع من أنواع التواصل العالي جدا ما بينك وبين أحد المعارف أو أحد العلاقات أو أحد الأصدقاء لحل مشكلة معينة أو قضية معينة أو للتواصل للإطمئنان أو نوع من أنواع الوضع الاجتماعي العادي أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرناه في بداية التوقعات برج الحوت بتنشطوا بين الأصدقاء في ساعات ما قبل منتصف الليل بعد منتصف الليل بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر وخصوصا لصحتكم اتجنب اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حاذر الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة أهم شيء يعني حاول أنك أنت تكون جاهز لتخييب أمالك أو التأخر في أعمالك خصوصا في الأيام القادمة لأن القمر رح يكون موجود في بيت متاعبك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أن الأمور ضاغطة على المستوى النفسي بشكل عالي جدا فعشان هيك في نوع من أنواع الحدية أو التوتر أو نوع من أنواع العصبية موجودة عندك فهذا بتطلب ردات فعل معينة ممكن تجيك بشكل سلبي جدا حاول أنك تمسك حالك حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تتوتر وما تعصد أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه فيه إرهاق على المستوى المالي ممكن التزامات الزيادة أو مشتريات الزيادة أو مصاريف الزيادة حاول أنك أنت تمسك حالك شوي لأنه الفترة القادمة بتطلب من أنك تدخر بعض المال وخصوصا لمساعدة الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه عندك نشاط فكري وذهني عالي جدا تقدر تتناقش أو تبحث في أي مسألة إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات أو ممكن تهتم في مسألة من هذه المسائل بشكل مباشر فيه نوع من أنواع البحث عن أمور إلها علاقة بالأشياء الأجهزة الاتصالات مواصلات سيارات تلفونات أجهزة إلكترونية أشياء من هذا القبيل تهتم فيها بشكل مباشر خلال الفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك الرابع فبيتك الرابع شوي بيجيب لك نوع من أنواع التوترات وخصوصا أنه فيه ضغط بما أنه فيه اجتماعات على مستوى البيت وفيه لقاءات كبيرة فهذا بيوترك بشكل مباشر فعشان هيك فيه نوع من أنواع الحدية في الطباع والعصبية في المقابل حاول أنك تمسك عصابك وتحل الأشياء بشكل عقلاني ممكن يكون هذا من كثرة العباء عليك أو من كثرة الالتزامات اللي موجودة عليك أو من كثرة المشاغل الداخلية داخل البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالعاطف عندك شيئا ما يعني نقول بيت فارغ لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك يحاول أنك تمضي هاليومين هذولا على خير بدون اختلاق مشاكل بدون توترات وبدون حساسيات أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه الاهتمام على الموضوع العملي رح يكون يعني فيه إنجاز كثير للأعمال ولكن على الموضوع الصحي هو الغالب عليك خلال هذا النهار الاهتمامات في الأمور الصحية أو البحث عن موضوع الهلاقة بالأمور الصحية رح يكون عالي جدا خلال الفترة القادمة رح تكون يعني مشغول الفكر في أمور صحية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف عن مستوى الشراك المالي والعاطفية الأمور جيدة ممكن تتواصل مع الشريك لا حل أو وضع حلول معينة للفترة القادمة وممكن يصير فيه نوع من أنواع المصالحات أو التطمينات وخصوصا على مستوى علاقتكم ببعض بينك شريك المال وشريك العاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن فأقول أنا فارغ تماما برضو لا حضوض معك ولا إشي ضدك فعشان هيك منقول الفراغ هو الموجود في هذا المكان أما بالنسبة للبيت التاسع ممكن يكون فيه نوع من أنواع الاتصالات الخارجية أو المراسلات الخارجية اللي مع أشخاص خارج البلاد إما الاتمانان عليهم أو للتواصل معهم ووضع خطة مستقبلية لشيء معين أو لا حلول لبعض الأمور أو لبعض التجارة المستقبلية أما بالنسبة للبيتك العاشر فأنا شايف اللي ما زالوا على رأس عملهم في المؤسسات الكبيرة والشركات الكبيرة بكونوا مضغوطين بالعمل لدرجة كبيرة ولكن أنت بالنسبة لك بتقدر تنجز كثير من الأعمال وخصوصا بطريقة التعاون ما بينك وبين أحد الشركاء أو أحد الزملاء أو أحد رؤسائك بالعمل بتقدر تكون قد المسؤولية خلال فترة هاي وبتقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا بقول عن مستوى العلاقات العامة الشوي في نوع من أنواع الاتصالات نوع من أنواع الروتين أو نوع من أنواع تدعيم العلاقات وخصوصا بينك وبين أحد الأصدقاء ولكن بدك تدير بالك ممكن يصير في سوء تفاهم ما بينك وبين أحدهم وخصوصا في ساعات الظهر حاول تمسك أعصابك وما ثور وما تنفعل يعني هي فترة بسيطة وبتمضي ولكن إذا فعلت رح تنحسب عليك الأمور ورح تكون أنت السبب في هاي المشكلة أما بالنسبة لبيت متاعبك فذكرنا في بداية الحلقة أن القمر موجود في بيت المتاعب فهو اللي بيضغطك في هاي الفترة لحديث ما ينتقل عندك وتستقر الأمور بشكل إيجابي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء